السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا جماعة عاملين احلى اخوات في الدنيا احلى ناس على كوكب اليوتيوب دهاردة جماعة كده عندنا وصفة حلوة كده وجميلة زيكم بس قبل ما هنخش كده في الوصفة ان شاء الله اه اتمنى لداخل كده مرور القرام كده يلف لفة كده في الفيديوهات لو عجبناه ينزل اشترك كده ويعملين اعجاب وشكرا والف شكر لك اه وانت قبل ما تفرج على الفيديو انزلي بس كده لحظة انزلي كده اعملي اعجاب بالفيديو وقتر الفخيرك وتسلا من ايديك طيب اه نخش في الموضوع النهاردة هنعمل اه وصفة عن تفتيح الاماكن الحساسة وطحت الابط طيب بس قبل ما هنعمل الوصفة خلي بالك من حاجة كويسة او معلومة هقول هالك لا يمكن اعمل وصفة او احط كريم يفتح لي الاماكن دي الا ازا عملت تأشير للجلد الميت في الاماكن دي تاني مش هينفع احط كريم غالي وعندي جلد ميت في الاماكن دي لازم اشيله طب هشيله ازاي لاما اعمل سكر مع لمون واشيله لاما اعمل سكر مع زيت زتون واشيله او باي طريقة انت عرفاها وبتعمليها تقدر تشيل جلد الميت تمام لان الجلد الميت دوت اللي موجود في الاماكن دي بيعمل طبقة عزلة ما بينها وما بين الجلد الاصلي فمهما تحطيله من كريمات مهما تحط من كريمات هو خلاص مش هديك حاجة تمام كده فانت لازم تشيل الجلد دوت نعمل عملية سكراب او تأشير عشان خاطر نبدأ ندخل بالايه بالكريم بتاعنا او بالوصفة بتاعتنا عشان يقدر يفتح لنا المناطق دي وترجع زي ما كانت بالزبط طيب تمام كده طيب ايه الوصفة دي الوصفة دي سهلة جدا وبسيطة اول حاجة هنجيب معنا الفيزلين الطبي اهو ده الفيزلين الطبي تمام هناخد منه في حوالي معلقتين اهو تمام هناخد منه في حوالي معلقتين كريم بتاعنا او بالوصفة بتاعتنا عشان يقدر يفتح لنا المناطق دي وترجع زي ما كانت بالزبط طيب تمام كده طيب ايه الوصفة دي الوصفة دي سهلة جدا وبسيطة اول حاجة هنجيب معنا الفيزلين الطبي اهو ده الفيزلين الطبي تمام هناخد منه في حوالي معلقتين اهو تمام هناخد منه في حوالي معلقتين تمام اهو اهو ادي معلقة وادي معلقة تاني اهو تمام كده تمام طيب يبقى ده فزلين طبي طيب المكون التاني معنا ايه المكون التاني معانا الجرسلين الطبي الجميل بتاعنا اهو برضو هناخد منه في حدود معلقتين اهو ويه هقلبه تمام طيب نفترض نفترض لو انا ما عنديش فزلين هعمل ايه هجيب اي كريم انت بتستخدميه هاخد منه معلقتين تمام طيب انا الكريم بتاعي غالي طيب ممكن اجيب اي كريم اي كريم اجيبه واعملو كقاعدة عندي بعد كده اخد معايا زيت لوز حلو اهو هاخد منه برضو معلقتين اهو تمام وبرضو هقلب معانا اهو لازم الشكل دوت او 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 اللي احنا بنعمله ده يطلع كريمي يطلع كريم زي الكريم كده بالزبط اللي انت ايه اللي انت بجيبي اهو نفدر نقلب فيه كده اهو تمام وبعد كده هاخد معانا هنا زيت خروع برضو هاخد معلقتين زيت خروع مفيد جدا على فكرة يعني من افضل الحاجات اللي تقدر ايه اه تغزي البشرة وتفتحها ده زيت خروع هنبدأ برضو نقلب خدنا منه معلقتين خلي بقى خدنا معلقتين زيت لوز خدنا معلقتين اه زيت خروع خدنا معلقتين اه جلسلين وايه والفزلين او الكريم اللي عندي قاعدة الكريم اللي عندي تمام اهو بص بالشكل بقى معايا عامل ازاي عامل ازاي اهو اكنه كريم بالزبط كده اهو بص اكنه كريم اهو بعد كده بقى هنا التكة بتاعتنا اللي هي التكة اللي انا احط معايا زيت قفور بس خلي بالك انا هنا بقى مش احط ولا معلقة ولا معلقتين تمام ليه عشان زيت القفور بيلسع شوية واخد بالك فانا هعمل ايه بقى اهو بس احنا بنفتحه كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم هو مش عايز الفتح عشان الزيت معمول هفتحه بقى ايه بس وارجعلكو ودلوقات احنا فتحناها بس كانت فتحة صعبة جدا لان الغطة كان جامل جدا يعني هنا بقى خلي بالك احنا هنستخدم زيت القفور بس هنحط يعني حوالي ربع معلقة ليه بقى اهو زي كده اهو ربع معلقة طيب ليه انا هحط زيت الكفور خلي بالك بقى من النقطة دي النقطة دي مهمة ليكي زيت الكفور بيتحط بعد ما تشيل الجلد الميت ليه لانه بيخش في المسام بيبدأ يفتح المسام بتاع الجلد عشان خاطر كل المكونات اللي معانا دي تبدأ تخش تبدأ في العملية بتاعتها في عملية التفتيح تاني زيت الكفور احنا حطيناه عشان هو بيفتح المسام بتاع الجلد عشان تقدر يقدر المكونات اللي احنا حطيناها يبدأ بقى ايه يشوفوا ايه شغلوهم بقى ويبدأوا ايه يفتحوا الايه المناطق الدخنة دي الوصفة دي هتستخدميها هتستخدميها على طول لحد لما تلاقي البشرة بتاعتك اتحسرت وبدأ فيها التفتيح خلال تاني خلال عشر ايام هتلاقي المنطقة كلها بقت فتحة تمام طيب بعد احنا ما عملنا المكون ده اهو بصوا كريمي اهو زي بعد ما احنا ما عملنا المكون ده هناخده ندهن بعد ما ندهن هنحطه في التلاجة تمام كده ويا رب اكون افتكوا يا رب اكون الوصفة دي بقت اه تتفكوا وتقدر تستخدموها واللي يستخدمها يريد بس اكتب لي تعليق كده بسيط انا استخدمتها وجابت نتيكة تمام الوصفة دي مقربة الوصفة دي ممتازة اه دي هدية مني ليكو بس يريد قبل ما استخدم الوصفة دي اعمل اعمل ازالة لجلد الميت عندي في المناطق دي عشان ما ينفعش استخدم كل الكلام ده او حتى اي كريم عندك تقدر تستخدميه وانا عندي جلد ميت تمام كده وشكرا واتمنى اللي انت تعمل الاعجاب بالفيديو ولو مشتركتش في قناة شترك وشكرا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته